خلينا نروح لألمانيا وتحديداً لإيفالد لينين مدرب بروسيا مونشن جلدبخ وأوليمبياكوس السابق هيكون معنا من خلال فيديو كونفرنس في السادسة بدايةً بشكرك على ظهورك على شاشة الأهلي ووجودك معنا في برنامج السادسة شكراً جزيلاً تحياتي لكم بدايةً خليني أسمع منك تقييم لانطلاقة الدوري الألماني في نسخة الجديدة السنة بكل سرور طبعاً مبسوط بتواجدي معكم عبر قناة الأهلي شكراً جزيلاً تبقى بعض الأندية الألمانية لها كثير من الجماهير وعلى رأسهم طبعاً فريق باير مينسون أو باير مينخ خليني أسألك عن وجهة نظرك أو تقييمك لبدايات وانطلاقات أو انطلاقة الدوري الألماني في نسخته الجديدة إنه صعب جداً الكول بكل تكييد الباير مينخ هو الفريق الأقوى والأفضل في البوندسليجا هناك فرق كثيرة أخرى تحاول مثل بروسيا دورتموند لايبتسيج هناك لديهم لاعبين كثيرين وفقدوا لاعبين مهمين أيضاً فولسبورد فريق أيضاً فريق قوي يظهر بشكل متميز هذا العام فرق كثيرة تنافس الباير مينخ على اللقب هذا العام وصدر الباير مينخ هو الأقوى هو الأقصر قوة وهو يسيطر على كل شيء هنا والألقاب في ألمانيا بمناسبة كلام عن الباير مينخ خليني أسألك برضو أنت صاحب تجربة كبيرة يعني ألمانيا تعتبر هي أكبر دولة اقتصادية أو أكبر قوة اقتصادية في أوروبا كلها واحدة من أكبر دولة اقتصادية يمكن على مستوى العالم ورغم كده ما بنشوفش التجارب الاستثمارية اللي اتكررت أو شفناها وكان ليها مردود إيجابي جداً زي مثلاً ما حصل السنة اللي فاتت مع فريق الإنتر في إيطاليا زي ما حصل قبل كده مع منشستر سيتي في إنجلترا زي ما حصل مع تشيلسي الإنجليزي وغيرهم من الأندية ليه ما بنشوفش قوة اقتصادية كبيرة بتدعم الفرق أو الأندية في ألمانيا صحيح هناك في ألمانيا هناك قواعد وقوانين 50 على واحد دي قاعدة معروفة في ألمانيا وقوانين تتحكم في كل الشيء ليس هناك عندنا على سبيل المثال في ألمانيا شيوخ أو ملاكة مثل المان سيتي أو الباريس الجماعة يتحكمون ويصرفون أموال وينفقون هناك صعب هذا الأمر وبالتحديد في ألمانيا على سبيل المثال وجود قوة اقتصادية أو ملاكة يدعمون الفرق ماديا أو اقتصاديا بالنسبة لنا الأفضل هو أن نركز على تحقيق الفوز بالألقاب ومتعة كرة القدم هذا ما نريده وجزء أساسي من موضحة كرة القدم أن يكون دايما فيه منفسة قوية وأن النتيجة تبقى نتيجة الإعلان عن بطل المسابقة يبقى متأجل لآخر المشوار لكن في كل نسخ الدوري الألماني البونزليجا بنلاحظ أنه بايرن يغرد منفردا وده إلى حد ما يعني ممكن يأثر سلبا أو يضعف من قوة الدوري الألماني تعليقك إيه وإمتى ممكن نشوف فرق تنافس بجد بايرن منشن على تحقيق اللقب لأن البايرن ميونيخ منذ أعوام كثيرة يركز على تقوين فريق قوي ويعمل على ذلك باستقطاب لاعبين زو جودة رائعة ويشترون أيضا لاعبين رائعين وبالتالي يستطيع البايرن ميونيخ الفوز على معظم الألقاب شكرا